السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا مع شهر السلام انا بحب ان احنا نسمي شهر رمضان شهر السلام ورمضان مشينا معه المسيرة بتاعتنا لغاية ما قربنا نودع رمضان رمضان واحنا بنقرب على نهايته وهو الشهر الكريم لازم نتكلم عن سلام مهم جدا 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 وهو سلام التوكل رمضان في نهايته واحنا مشيين وبيتسارع رمضان واحنا مقربين على نهايته واحنا عشان كده بنحاول نتكلم عن سلام ماينفعش نخرج من رمضان ونودعه من غير السلام ده السلام ده هو سلام التوكل عارفين ليه سلام التوكل ماينفعش نسيب رمضان من غير ما نكون معانا السلام ده لان سلام التوكل ده جزء من بنيت شخصيتنا جزء من زوتنا جزء من تحصننا جزء من استمراريتنا في الحياة جزء من تكوين مفهوم حب الحياة التوكل على الله سبحانه وتعالى مش فكرة بنعيشها التوكل مع الله حقيقة ان انت تكون متوكل على الله في كل امورك وما تشيبش نفسك الامارة بالسوق تسوقك ولا تسيطر عليك والغاية ما توصلك الى الاحباط وتوقفك عن مسرتك وتحبطك عن انك انت تستمر في العمل هو ده معنى من معاني ان يكون عندك سلام انك تقدر تستمر تقدر تستمر وانت عندك سند ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وما يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو يكفيه احنا لازم نتعلم ان كل شيء بنعمله في حياتنا ربنا هو اللي بيبعتهن وهو اللي بيعن عليه واحنا مش بنعمل بشطرتنا ولا بقدرتنا ولا بمهارتنا لكن احنا عايشين بمدد الله وتوفيقه وكرمه وكل ده فضل من الله سبحانه وتعالى عشان كده واحنا بنعمل ده لازم ما يكونش عندنا ادنى شك ان العيشة ما تنفعش من غير التوكل على الله وما نيقاس من اي امر لان كل امر على الله وبايدي الله احنا لما بنقرب من النهايات احنا لازم نسأل نفسنا سؤال هل وصلنا للتغيير اللي احنا بنتمنى ان احنا نوصل الى الميلاد الجديد اللي احنا بنستنينه في رمضان ولا لسه بعض الناس بيصوبهم آفة سيئة جدا من الضرورة ان احنا نتكلم عنها في الوقت ده بالذات قبل ما نبص نلاقي رمضان انتهى واحنا لسه ما تكلمناش عن الافة دي الافة دي هي اليأس من التغيير وساعات بسميها سلطان الطبع الناس بتعتبر ان الطبع ده ليه سلطان وان الطبع لدرجة انهم ممكن يقولوا ان الطبع تغيير الطبع ولا نقل الجبل كتير مننا بيقول ان طبع كده والطبع مش بيتغير وده على فكرة كلام مش حقيقي دي قواعد مين اللي حطهننا النفس الامارة بالسوق فكرة كده وسواس ومعنى سيطرة سيطرة النفس الامارة بالسوق بيه علينا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا لما قال لنا وهو بيعلمنا درس في الحياة كلها درس انا بسميه درس التأهيل والتدريب والتعود والتغيير حضرت النبي قال لنا ايه انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وما يتحرى الخير يُعطى وما يتق الشر يُقه يعني ايه يعني كل خلق ممكن ربنا سبحانه وتعالى جعل سنة ان الاخلاق تكتسب بالتعود والممارسة والمحاولة والتجريب وده اللي احنا وده اللي استلح عليه العلماء بتسميلته رياضة النفس وكل تسكية وكل ترقية بتيجي بالرياضة انت بس كنت بحتاج تتدرب نفسك على العيش بالخلق الحسن طب احنا ليه بنيقس من التغيير بسرعة وبنقول ان الطبع ليه سلطان علينا وما نقدرش ان احنا نخارف الطبع ونقول ده فلان طبعه كده وعشان كده مش هيتغير والستة تقول جوزي طبعه كده مش هيتغير ابدا فات يقسه وتيقس من التغيير ولا تساعده على التغيير ولا هو يتغير وهي تقول كمان انا طبعي كده مش هقدر اتغير يروح يتجاوز واحدة تانية لان انا مش هيتغير قرار ما هواش حكيم قرار مش صح لاننا بنعيش بوهم خطير جدا ووهم اعتقاد الحول والقوة في انفسنا يعني ان احنا نقدر نغير نفسنا بادينا يعني ايه بادينا يعني احنا اللي بنغير بننسى خالص ان مدد ربنا سبحانه وتعالى بننسى ان احنا بنعيش حياتنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قسم لنا صحيح احنا بنختار لكن بنختار مع مدد ربنا سبحانه وتعالى ولو ده صحيح ما كانش الواحد ويقع تحت قهر الله بس الله سبحانه وتعالى هو القاهر وفوق عبادي فما كانش يقع في المعاصي مثلا ابدا لو كانت المسألة بيرادتنا وبس لكن ربنا بيجري الزنب على عباده عشان يفضلوا عبيد له وده جزء من فلسفة الحياة وجزء من تعاملنا مع مسألة الزنب وعشان كده سيد بنعطاء الله السكندري بيلتقط هذا المعنى وينبهن ليه بشكل واضح ويقول ربما عصية اورثت زلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبار وعشان كده لما انت تعيش بيقين ان الله معاك وانت متوكل عليه هتطمن فمش هتبحث عن الطفولة مثلا لان هتكون هناك في طفولة دائمة لما تحس ان الفطرة مازالت موجودة فيك ومازال نظر ربنا سبحانه وتعالى ليك واعتطمن ان الميلاد الجديد شيء قريب ما دمت في معية الله وما دام الله سبحانه وتعالى دائما مدد ليك لان خزائنه ملأة ويمين الرحمن ملأة سحاء الليلة والنهار فتن من مدد ربنا نازل فما كان لله دام واتصل فيكون فيه ميلاد جديد اللي ضمنه سبحانه وتعالى ودي ضمانة سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى علمنا وقال لنا وعدنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه هتغير نفسك هتجد تغيير الله سبحانه وتعالى اقرب اليك من اوهامك وعشان كده من الاوهام اللي بتقابلنا واحنا بنحاول تغيير انفسنا عشان نتولد من جديد ان التغيير والميلاد ده شيء من الخيال وطبعا النفس الامارة بالسوق بتعمل كده ليه عشان هي مش هتقولك ما تتغيرش هي بتقولك ان ده حاجة بعيدة قوي مش ممكن نوصلها يا ما حاولت وما قدرتش انت على فكرة ما كنتش بتحاول انت كنت بتحاول جوه نفسك لكن ما حاولتش بشتطق فلما بتتولد من رحم امك مش بيكون عندك صعيفة سيئات وفي الميلاد الرمضاني ربنا سبحانه وتعالى بيمحو ما تقدم من ذنبك ويفضل عندك حسنات عشان كده هو اعلى من ميلادك من رحم امك فإنه يخليك شاكك ان انت ممكن تولد من جديد وانت لما تخرج من رحم امك بتكون ما تعرفش اي شيء لكن في الميلاد الرمضاني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك كل شيء لما تكون في خصوصية فانه لي وانا اجهزي به فهتحس ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ويوسع عليك فالميلاد الجديد مش خيال الميلاد الجديد حقيقة من صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان كمان في رواية من صام رمضان ايمانا واحتسابا عاد كيوم ولدته امه انا اعتقادي دايما ان كل العبادات بتعيد الانسان كما ولدته امه يعني بتعيده الى الفطرة بس انت لازم تستقبل الميلاد الجديد مش تصنعه فما تروحش مثلا ما تظنش ان الاحتياجات مثلا هي لازم تلبيها ولازم مش بس تتلب الاحتياجات لازم تسد الاحتياجات لان انت لازم تدرها عشان تقدر تتعامل مع ده عشان تكون صورة الميلاد الجديد لازم تسلم من كل افات نفسك وتسلم نفسك لمولاك وعوى ده وتجزء من معنى التوكل الاساسي اللي انت لازم تعيش به فاذا كنت حسنت ظنك في الله سبحانه وتعالى وسلمت امرك لمولاك فابشر ده ميلاد جديد لان الحساية على الحياة هتكون من عند الله او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس اهو ميلاد جديد اهو قال الله سبحانه وتعالى سيحييه ويجعله له ميلاد جديد واحنا بنقارب نهاية رمضان لازم ننتبه الى شيء مهم جدا 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 ان احنا لا نودع رمضان ولكن نودعه يعني ايه نودعه احنا عندنا صنفين من اهل رمضان الصنف الاول اللي بيعيش في رمضان ينتظر ان هو يكون قد عاش عايش العبيد مش بس بينتظر هو بينظر لساحة مولاه ويشوف انواره ويشوف العباد ويشوف نفسه كمان مع العباد ده بيعيش في رمضان لانه اخذ نفسه الى الله والسنف التاني اللي بيعيش في رمضان فاذا قالوا رمضان اتركهم ما تركهم قالوا بهم عرفت انما عرفت بترك القلوب الضارعة بتلاوات من القلوب قبل ان تكون على الالسنة فهم الذين عرفوني في الملكوت الاعلى ولذلك رمضان لا يفرقهم دولا الاولانين رمضان بيفرقهم التانيين رمضان ما يقدرش يسيبهم يفضل رمضان عايش معهم والعلي ده اللي كان هو حال الصحابة اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا سنفين سنف رمضان بيفرقهم وسنف رمضان ما يقدرش على فرقهم الصحابة كانوا بيقولوا بيقولوا كلام مهم جدا جدا ان هم كانوا بيستعدوا رمضان ستة أشهر ويعيشوا برمضان وبأنوار رمضان ستة أشهر وكأنهم نفزوا ما أراده الرسول الله لهم لما قال لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان فعاشوا السنة كلها رمضان دولا اللي عاشوا وعاش فيهم رمضان فأصبح رمضان بيعيش معهم في كل الأوقات وأصبحت السنة كلها رمضان وأصبح رمضان ما بيفرقهمش ويفضح أصبح الناس كتيرة جدا جدا لما تشوفهم تفتكر أنوار رمضان وما كان في وصل من رمضان ولذلك احنا مش عايزين لو بقينا في رمضان أن شؤنا إليه يتطفي وده اللي قاله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة خالص مش عايزين شؤنا رمضان يتطفي أبدا وتعالوا نتأمل ما تلوت عليكم من حديث رسول الله لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان يبقى إيه اللي حاصل إيه اللي حاصل عايزين السنة كلها تكون رمضان فرمضان في الحقيقة المعنى الحقيقي الرمضان هو أنه هو موعد للقاء الحبيب وإذا إحنا عشنا متوكلين على الله وربنا سبحانه وتعالى حسبنا فهل اللقاء الحبيب ينتهي؟ فهل الحبيب بتلقى مرة وينتهي اللقاء؟ أبدا لكن بنبقى معاه في كل نفس من أنفسنا والعلّة في كل رمضان شهر واحد هو أن الشهر وحدة من وحدات عمرك فلو عرفت أن وحدة بس من وحدات عمرك وهي من وحدات سنتك لو قربت فيها من الله وتوكلت على الله حق توقلي غيرت حالك كلها بل غيرت حياتك هتعرف أن الله سبحانه وتعالى هيغير حالك في كل وحدات حياتك وهتبقى حياتك كلها لله وفي كل نفس من أنفسك هتعيش حياة جديدة وفي كل لفتة وفي كل يوم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات وعتعيش غارق في المعية الربانية وعتعيش ده لما تكون متوكل على الله ومعنى أن أنت متوكل على الله في كل شيء في حياتك أنت معتمد عليه فإزاي بقى عايزنا نتجاوز أني قافت اليأس من التغيير إزاي هتقدر أنت تخلينا نسلم لك أن اليأس من التغيير تحقيقة وإنت متوكل على الله لازم نتحلق بسلام السعي بتوكل فنسعى للتغيير وإحنا متوكلين على القدير وما يبقاش وردنا من رمضان أننا نخرج منه بحال ويبقى عندنا بس إحنا دقنا حاجة كده زي الفواكه وزي الحلويات لأ إحنا عشنا الحياة إحنا عايزين ما نبقاش كأننا عايزين الناس يقولوا ده اللي اشتريناه بأيامنا وبلايلينا فضحينا بيهم واشترينا الحال ده لأ إحنا ما اشتريناش حال إحنا عايزنا حياة رمضان ده حياة وعشان كده التغيير في رمضان أسهل ما يكون إذا أنت كنت من أهل سلام التوكل سلام التوكل ده بيخلي كل البعيد قريب ليه طيب ما كان بعيد عننا أن أبواب الجنة تتفتح بس تتفتحت في رمضان كان بعيد عننا أن أبواب النار تتغلق بس تغلقت في رمضان كان صعب أوي أوي أن حد يتصور أن الشياطين تصفد ولكن مرضة الشياطين صفدت في رمضان إيه لناس كل حاجة سهلة يبقى إيه اللي حصل رمضان بيقولك توكل فإن كل شيء بيد الوكيل بيد القدير بيد الله في الله توكل على الله وعشان كده في ناس كتيرا لما بيسمعوا قوله تعالى لأنه بيحسوا مسألة أن فيه معاملة مع الله مش فيه فضل واسع من الله فييجي واحد اللي هو عايز يتوكل يقولك ما أنا ما عنديش معاملة مع الله أنا ما دخلتش في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو إيه اللي حاصل هو حاسس أنه هو فيه تجارة بينه وبين ربنا لأنه بيربط ده بقوله تعالى يرجونا تجارة لن تبور فيفهم أنه هو لازم يدفع تمن البضاع عشان يخدها لا إحنا ما ندفعش تمن أي حاجة إحنا عبيد فقراء الله يعطينا بغير ثمن وعشان كده لما بنقول لنا توكل على الله ما يجيش حد يقول لي هو أنت إيه حجتك أن أنت تروح تتوكر على الله أنا بتوكر على الله لأن الله هو الوكيل هو اللي علمني كده وعشان كده أهل الله مهما فعلوا ومهما دفعوا بيكون ندقهم يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدر وجئنا ببضاعة المزجاه هم حسين أنهم ما دفعوش حاجة هم حسين أنهم فقراء بيقبلوا على العزيز لا لشيء إلا لأنه كريم وبضعاتهم مزجاه هم ما بيشتروش لأنهم عارفين أنهم مع ما عملوا من طاعات فبضعاتهم قليلة عشان كده قالوا وتصدق علينا بيرجوا من الله أنه يتصدق عليهم فما فيش حل إلا أن ربنا يتصدق عليهم لأنه هو وعدهم إنما الصدقاته للفقراء والمساكين وده معناه أنهم راحوا لربنا سبحانه وتعالى فقراء ومش وثقين في أي شيء غير في اللي في إيد مولاه وعشان كده توكلوا عليه ومعندناش حل والتوكل على الله يصيب القلب بسلام مسكون عجيب ليه؟ لأن أنت عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى فالثقة بتكون بالله وحده فلو نظرت إليه صار كل شيء له معنى لأنه من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل يبقى إلا حاصل يبقى كل شيء دون الله سبحانه وتعالى هو الباطل والله هو الحق فلذلك إلا حاصل لما هو قال لي أتوكل عليه توكلت عليه توكلت عليه وقل لي ثقة فذهبت إليه سبحانه وتعالى وأنا متوكل عليه في سعي وفي تصريف أموري وإلا حاصل وذهب إليه وأنا كل ثقة أنه لن يفلتني وإلا حاصل وما فيش حاجة أبدا 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 هتخليه يمنع عني خيره لأن الله سبحانه وتعالى إلا حاصل أعطاني هذا بلا سمن ما معنى أنه أعطاني بلا سمن أعطاني بلا سمن عشان يعلمني أن أنا أعتمد عليه هو حد فيكم يقول أنا مش أتوكل على الله لأننا لو توكلت على الله في نستاني أحسن مني ممكن تتوكل على الله الله هو الذي أزن للفقراء والضعفاء والمساكين من أمثالنا أن نتوكل عليه وده فضل منه ده كرم وإذا سألك عبادي ما ألش عبادي الطائعين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هو أناك نادى علينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله هترحمنا يا رب وعن نتوكل عليك هن نتوكل عليك لأن أنت سبحانك أنت تحب السلام وتحب أن نعيش في سلام التوكل وتعالوا نحاول مع بعض نمشي في طريق سلام التوكل اللي هي خلينا نحس مش بالثقة في أنفسنا ولكن نحس بالسند والدعم والودد من ربنا هنحس أننا لنا وكيل وخاصة لما نأخذ بالأسباب هنأخذ بالأسباب وهنتوكل على الله فنعمل إيه بقى؟ أول حاجة عشان نخوض تجربة العيش بسلام التوكل ما تستصعبش عمل أبدا أبدا وخاصة لو كان العمل دطاعة وابدأ يومك بدعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه؟ اليوم ده كله مفتوح مفتوح على إيه؟ مفتوح على عبد استند وعتمد على مولاه وتوكل عليه العبد ده إذا بدأ بهذه البداية إيه اللي حاصل؟ لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير إحنا هنرزق كما ترزق الطير بس تعالى نتوكل على الله عشان تعرف أن كل خطوة بتخدها لما تدعو بهذا الدعاء بتكون بحول الله وقوته لا بحولك ولا قوتك لو لقيت حاجة صعبة حتى في علم الإدارة لما بيقولك أي شيء أنت شايفه صعب فتته وجزقه إيه اللي حاصل؟ حتى عندهم قانون كده هل يمكن أن يأكل خليل الفيل؟ قال له يقطعوا إلى أجزاء صغيرة ويأكل قطعة كل مرة اللهم بيعبروا عنه يوان بيس أتا طي ده معنى إيه؟ معنى أن ربنا جعل سنن في الحياة عشان تتوكل عليه ولا تيأس ولا تعجز ولزيك حضرة النبي بيعلمنا الدعاء دعاء الصباح ده عشان يعلمنا إيه؟ يعلمنا تلك السنة استعن بالله ولا تعجز فإذن تعالى نستعن بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله وندعو بدعاء الخروج من المنزل اللي بيخلينا نحس إن كل الأبواب مفتحة لإن إحنا معانا سندنا إحنا فنشين في الطريق في طريق العمل بالله سبحانه وتعالى فنسير مع الله سبحانه وتعالى وإحنا بنقول له بسم الله توكلت على الله توكلت عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله تاني حاجة بقى أنت عايز تعيش بقى بالتوكل اوعى تشوف سبب من الأسباب متاح إليك وتتركه خد بكل الأسباب ولذلك من أهم الأخذ بالأسباب تعلم كل يوم حاجة فيه ثلاث حاجات تعلم كل يوم حاجة فيه شأن بيتك تعلم شيء تتعامل بيه مع أولادك تعلم شيء تتعامل بيه مع زوجتك تعلمي شيء تتعلمي بيه مع زوجك تعلم شيء تتعامل بيه مع والدك تتعلم شيء كل يوم وتتعلم شيء تتعامل به مع عملك حسن دايما عملك وخد بسبب هو ده المتوكل على الله اللي بيحسن من نفسه دايما تالت حاجة تعلم شيء كمان في التعامل مع كل شيء في الحياة مع الناس مع الأشياء وتعلم ده وخليه في نفسك أنت فالتالت حاجات دولة لو تعلمت شيء عشان أسرتك ولو تعلمت شيء عشان عملك ولو تعلمت شيء عشان تدير علاقاتك أنت عتكون في أحسن حال وتكون ساعتها متوكل على الله لأن أنت أخذت بالأسباب ومتوكل على الله وآخر حاجة ممكن كمان تقول الدعاء ده اللي هو دعاء سلام التوكل في الصباح وفي المساء تقول إيه يا سلام يا ملازي أنشني مني ولا يا ملازي انشني مني وإلى نفسي لا تكني وارزقني دوام السعي إليك وحسن التوكل عليك نقول الدعاء مرة تانية يا سلام يا ملازي انشني مني وإلى نفسي لا تكني وارزقني دوام السعي إليك وحسن التوكل عليك يا سادة تجربة سلام التوكل تجربة مش هقولكم تستحق بل هي تجربة هي معنى من معاني الحياة صورة الحياة الحقيقية هي الصورة اللي أنت تشوفها وانت ماشي مش خايف ولا الآن لكن ماشي وانت عندك سند بيخليك تحس بإن القلق ملوش مكان في قلبك اللي في قلبك بس السعي والجد والأخذ بالأسباب لأن انت في دعم الرب الوهاب عيشوا بالتوكل وحكونا عن تجربتكم بسلام التوكل خلينا نعيش مع بعض أنوار الجمال مولانا وإزاي عايبا باب من أبواب الرحمة وباب من أبواب الخير في شهر الخير ويكون كمان يعود علينا جميعا بالسلام بعض الفاصل نلتقي بأسئلتكم من باركة اللي تلقناها على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره عشان نجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة ومش بس كمان في رمضان بنتلقى عليها كمان تجاربكم في الكلام عن أنواع السلام الكتير اللي احنا بنرجو ان احنا نخرج من رمضان واحنا مليلين سلام ومليلين بأنوار السلام عشان شهر رمضان هو شهر السلام فنخرج من رمضان وقد ولدنا بسلام يا رب العالمين تعالوا حضراتكم ناخد أول سؤال وصلنا بيقول السؤال أيوما أفضل السنة المؤكدة في دبح الأضحية ولا شراء لحمة بنفس سعر الأضحية وتوزيع على الفقراء مع العلمي أن الخيار الثاني سيوزع على عدد أكبر من فقراء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها الحقيقة أني مش هنقدر نقيس السؤال دوت والجواب على السؤال ده زي زكاة الفطر لأن بعض الناس بيقولوا احنا عايزين نعمل في ده زي ما بنعمل في زكاة الفطر احنا خرجنا زكاة الفطر مال عشان ده أنفع للفقير في الوقت ده فاحنا عايزين نعمل الكلام ده في الأضحية باعتبار أن الأضحية كمان هي المقصود فيها اللحمة لا المقصود في الأضحية هو النسك العبادة لأن العبادة هنا كانت عبادة التضحية فداءا لسيدنا إسماعيل فالعبادة نفسها مقصودة هنا العبادة نفسها مقصودة اللي هي فكرة أني يبقى فيه ذبح فلو حد سأل هي الأضحية تحصل بمين هي المسألة السؤال دوت مش هيبقى السؤال أننا لو جبت لحمة بعدد الكلوات الموجودة في الخروف وما دبحتش هل ده معنى كده أننا هتبقى دي أضحية يعني لو اشترت لحمة ووزعتها هل دي تاخد سؤال الأضحية لا هتاخد سؤال الصدقة لكن الأضحية لازم يكون فيها ذبح لأن دي شعيرة لأن ده نسك دي عبادة يبقى إذن ده نوع من أنواع العبادة وهي أن تكون هناك شيء اسمه الأضحية فصحيح الأضحية تدخل تحت المفهوم الواسع للصدقة لكن لأن الصدقة معناها أن واحد بيخرج من شيء من ماله لله سبحانه وتعالى وقال للناس ويوزع على الناس لكن يظل أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث يحب إهراق الدم في هذا اليوم يعني إيه؟ يعني بيحب امتثال ويحب الزكرة ويحب أن نحن نفهم فلسفة ونفهم حكمة الأضحية حكمة الأضحية أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مكرما في سورة سيدنا إسماعيل ففدا بزبح عظيم ففدا يعني إيه؟ لم يكن بس فداء سيدنا إسماعيل كان فداءا لسيدنا إسماعيل بس بل كان أيضا فداءا للبشر فداءا للبشر يعني إيه؟ يعني خلصنا البشر من أنهم يذبحوا فكان هذه الصورة صورة تكريم الإنسان بأنه ليس كالحيوان بل الإنسان مكرم فلذلك هنا جاء المقارنة ما بين أن يذبح سيدنا إسماعيل لا الإنسان لا يذبح ولكن ليه؟ لأن الإنسان كريم إذن كرامة سيدنا إسماعيل وصيانة روحه ومهجته من الزبح مع أن الرؤية دي كانت رؤية نبي ده لبيان كرامة البشر كلهم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر معه نفس الكلام عشان يبان إنه هو من خيار الناس فإن اللي حصل فنجى سيدنا عبد الله كذلك من الزبح يبقى إذن فكرة وجود الزبح هنا ده جزء من الذكرى جزء من تكريم الإنسان وجزء كمان من نفع الناس يبقى إذن العبرة هنا مش قضية اللحم بس العبرة كمان الشعيرة دي لابد إن هي تكون موجودة فأي الأفضل إيه اللي عتتحقق الأطحية بالزبح طب أنا إيه اللي حاصل هو أنا لازم أزبح بيدي لا ممكن حد يزبح مكاني بس هو الشاهد إن أيهما أفضل أشتري لحمة ولا أزبح لو اشتريت لحمة دي صدقة لكن الأطحية لابد أن يكون فيها زبح لابد إن أنا أزبح من نفسي لا ممكن أكل حد يزبح عني لكن في الأطحية لابد من الزبح يبقى إذن المسألة واضحة هنا مفيش أفضلية لا هي الأطحية هي التي فيها زبح لكن شراء اللحم هيكون من قبير الصدقة طب حد يقول لي ده ماما بس ده فيه مصلحة كويس اللي بيقصد هذه العبادة ويقصد هذا الفضل لابد إن هو يلتزم بي اللي عايز هذا الفضل ممكن يلتزم بي زي بالضبط اللي عايز عبادة بعينها بيلتزم بي الكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها نعم السؤال اللي بعد كده بيقول ممكن أسأل سؤال هل أصلي الشفع والوتر مع الإمام مع إني بأضيف ركعات في البيت وأوتر بعدها هنا لو حبيت تصلي الوتر مع الإمام مهذا أفضل أنت ممكن تعمل حاجة إحنا عندنا حاجتين بتتعلق بمسألة الوتر عندنا حديثين للرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الأول لتكن آخر صلاتك من الليل ويترة يعني السنة بتقول أن آخر صلاتك من الليل تكون ويتر طيب الحديث التاني اللي تمسك بيه كثير من الأئمة إنه هو لا وتراني في ليلة فالسنة الشفعية بيقول لا وتراني في ليلة يعني إيه؟ ما ينفعش تعمل ويتر مع الإمام وبعدين تعملت ويتر تاني يعني إيه ده؟ ده يبقى حرام؟ لا مش هي دي مش هي دي السنة عيكون ده مش هو ده السنة السنة إن أنت تعمل ويتر إيه اللي حاصل؟ ويتر فأستاذ الشفعية قال له لا وتراني في ليلة طيب ممكن يبقى فيه تلات أوتار آه يبقى أنت النصيحة لك إن أنت تصلي الويتر مع الإمام ثم بعد ذلك تكسر هذا الويتر بويتر آخر ثم تصلي ما شئت وتوتر ويترا سالسا يبقى كده فيه تلات أوتار يبقى أنت ما وقعتش في ناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة بقى عندنا تلات سلاسة أوتار ويتر مع الإمام ثم ويتر به كان الويتر الثاني ثم كان الويتر الثالث اللي أنت خرجت به طبعا فيه صورة تانية الناس بتعملها إن هي عشان ما يبقاش لا وتراني في ليلة ويكون آخر الصلاة ويتر كمان إنه لما الإمام يخلص يجيب ركعة وبكده ما بقاش ده ويتر بقى شف وبقى صفاته إنه هو يوتر مع الإمام ويتمام السنة في الويتر إنه أنت توتر مع الإمام يبقى الصحيح أنا أختار لك الطريقة التانية إنه أنت توتر مع الإمام ثم تصلي ركعة أو تلات ركعات ويتر ثم بعد ذلك تصلي ما شئت وتختم ركعتك بالويتر في النهاية ده أفضل طريقة للصلاة وده تخليك تفعل كل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالويتر السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز إني أروح صلاة التهجد في المسجد لوحدي أنا بنتي وسني 29 سنة هي بتسأل إني هل يجوز إنه أنا أصلي التهجد في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعه إيماء الله ما ساجد الله فيجوز ديك إن أنت تروحي تذهبي للصلاة في المسجد وليس هناك قيد في هذا الحديث لتقييد الذهاب إلى المسجد مثلا بصلاة النهار أو بصلاة الليل ولكن أمر على إطلاقه فيجوز إن أنت تروحي صلاة التهجد بالليل بس هي في نفس الوقت إحنا عندنا شوية أمور لابد إن إحنا نراعيها نراعي إن المكان والحمد لله البلد أمينة بس نراعي إن يكون المكان مناسب إن أنت تروحي تصلي هناك ليه طيب لأن لو مش مناسب لأن رحت مكان ما فيهوش مواصلات رحته فممكن تتعرض لخطر لا خلينا نصلي في البيت لو كان المكان غير مناسب وغير مؤهل لكن لو إن المكان معد وجاهز إنه تصلي فيه أه طبعا بلا شك يجوز إن أنت تصلي فيه ولا عبرة بيكونك أنت مش متزوجة أو متزوجة ولا عبرة بسنك قد إيه ولكن المسألة إن يكون مكان آمن وإن يكون الكلام كمان محقق للمقصود الشرعي من مسألة صلاة التهجد السؤال بعد كده بيقول لو سمحت هل السارق لا يقبل لا يقبل توبته إلا بعد ما يرد ما سرقه جزء مما يتعلق بمسائل التوبة وخاصة فيما يتعلق بحقوق الناس إن فيه فرق ما بين إن أنت التوب بمعنى إن أنت تخرج من الزم وإن أنت التوب إن ربنا يعفوه عما فعلت أنت لو إن واحد سارق بنقوله إيه هو معهوش فلوس دلوقتي هو يعمل إيه دلوقتي؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتظل هذه الأموال هتبقى الأموال دي اللي هو سرق منه وهذا المال من المسروق منه وهذا المال هتفضل دين عليه بس هو يسارع في التوبة يسارع في دواء يعني استغفر الله سبحانه وتعالى طب التوبة إمتى ستقبل بقى؟ هتقبل لما ترد المظالم لما ترد حقوق الناس لكن ليس معنى ذلك إن أنت لا تسارع بالتوبة لا لا أنت تسارع بالتوبة وإلا حاصر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يبقى أنت لازم تسارع إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله ففي فرق ما بينك إنك تتوب وترد الدين اللي عليك وترد المال المخصوب من اللي انت اغتصبته اللي هو مال السرقة ده لان مال السرقة ده اسمه مال مخصوب انت سرقته من الشخص ده واخذته رغما عن فهذا مال مخصوب فالمال المخصوب ايه حكمه في الفقه صاحبه الذي اخذ المال بالغصب يكون آثما ويجب عليه رد هذا المال ويصبح هذا المال دين في زمتي ويصبح هذا المال دين في ايه في زمتي فعشان كده بيقول إيه هل يجوز بيقول لو سمحت هل السرق لا يقبل توباته ولابد أن يرد ده لكي تقبل توباته لأن شرط من شروط التوبة فيما يتعلق بحقوق الناس رد المظالم لكن ليس معنى هذا أن تؤخر التوبة هي أنا أظن أنه هو السؤال في هذا الأمر لا تؤخر التوبة إلى أن ترد المال ولكن إلا حاصل توب إلى الله سبحانه وتعالى ورد المال يبقى أنت توب إلى الله سبحانه وتعالى وتسعى إلى رد المال إلى صاحبه وإن شاء الله ربنا يقبل توبتك لكن لا تؤخر التوبة لا تؤخر التوبة يبقى أنت تتوب ومن تمام التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها وأنت ترد المال المخصوب الذي اختصبته إلى صاحبه طب أنت لو معكش توب إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا يسد عنك وربنا يغفر لك ويتوب إليك بس أنت أساساً لابد أن تفعل ماذا لابد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتسارع بالتوبة السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا دكتور بارك الله فيك هل ينفع التبرع لمستشفيات بنية زكاة الفطر ولا الأفضل زكاة المال فقط هنا السؤال ده سؤال مهم أنه هو الأفضل في زكاة الفطر أن أنا أديها للناس ولا أديها لمستشفيات في زكاة الفطر الأفضلية هنا بتكون أن أنا أعطي المال للناس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى في المال ده بصفة خاصة قال غنوم عن السؤال في بعض روايات الحديث غنوم عن السؤال في هذا اليوم فيبقى مهم جدا 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 أن احنا نعمل إيه مهم جدا أن احنا نجعل هذا اليوم يوم سعة ويوم بركة ويوم نور ويوم فتح وتوفيق على الناس ويحسوا بأن بالفرحة فلذلك الأفضل هو أن نحن نخلي زكاة الفطر تصل إلى الفقراء وتصل إلى المساكين وتعطيهم هذا المال لكي نغنيهم عن السؤال في هذا اليوم يعني إعطاء المال في هذا اليوم مقصود عشان الناس إيه اللي حاصل يحصل لهم استغناء لكي تنشرح صدرهم لكي يستقبلوا العيد ما يبقاش الناس كلها بتفرح وبتعيد ودولا خاطرهم مكسور لكن نعمل إيه؟ بالعكس إحنا محتاجين أن نعمل إيه؟ أن نحن نسعى أن نجبر خواطرهم بأن نحن نعطيهم المال في هذا الوقت يبقى إيه الأفضل؟ لا الأفضل مش أن نحن نعطي هذا المال للمستشفيات لا الأفضل في زكاة الفطر أن نحن نعطيها للناس لأن هذا المال ويتبقى زكاة المال هي اللي بتروح لأعمال مخاصة في المستشفيات لأن زكاة الزكاة إحنا بنحدد بعض الأعمال الخاصة في المستشفيات مش كل الأعمال كمسلا التوسع أو شيء من هذا قبيل لكن بيبقى الزكاة بنخليها في العلاج وفي أدوات العلاج وفي كمان وفي الأجهزة لأن دوة اللي بيباشر مسألة الزكاة لأن الزكاة أحد أهم معنيها هي أن المال يقبضه المصر في الزكاة أن يقبضه الفقير يقبضه المسكين يقبضه العامل علي يقبضه وعشان كده بيقوم مقامه الأشياء التي بتصل إليه زي العلاج وزي ده وعشان كده جعلنا الزكاة في الإنسان لا في البنيان يبقى إحنا عندنا هنا في زكاة الفطر إلا يحصل الأفضل إن إحنا نعطيها للناس مباشرة لكي نغنيهم عن السؤال في هذا اليوم لنحقق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أظهره واضحا لنا يا سيدة إحنا النهاردة تكلمنا عن سلام ما أحلى ما أجمله ولو الناس تحلوا بهذا السلام وعاشوا به هيفتح عليهم أبواب من السعادة لا يعلمها إلا الله وأبواب من السكينة لا يعلمها إلا الله والله سبحانه وتعالى فتح علينا أبواب كثيرة جدا جدا ودينا شايفين عايشين الشهر كله في سلام وفي أنوال من السلام أبدع على الله سبحانه وتعالى وأكرمنا بيها واجعلها موجودة في حياتنا عشان نعيش في حياتنا وإحنا مطمئنين وإحنا راجين وإحنا على الله معتمدين وهو سندنا وبنفتح أبواب الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالرجاء وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول يا سلام يا ملازي انشني مني وإلى نفسي لا تكني وارزقني دوام السعي إليك وحسن التوكل عليك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين